السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ جدوا اليوم خصوص مدد اللغة العربية للمستوى الثاني إعدادي الدرس اللغوي الفاعل الإدمار الواجب والجائز سوف تجدون أجوبة على تطبيق الصفحة 51 على بركة الله الفاعل الإدمار الواجب والجائز سوف ندخلوا لفاعل الإدمار الواجب والجائز كيف تصرفوا أن الجملة الفاعلية تتكونوا من فعل وفاعل هذا اللي هو معروف للعامية فسوف ندخلوا لإدمار الواجب والجائز اللي يقدر يجيكم صعيد فما هو شيء صعيب بالمرة فمن ثم نتكلموا للجملة الفاعلية بحضور فعل وفاعل الفاعل إما تكون حاضر تنقولوا الفاعل اللي تكون في هذه الجملة الفاعلية تكون إما ظاهر وإما ضمير جميل الظاهر هو اللي تكون حاضر والضمير هو اللي تكون إما ضمير متصل أو ضمير مستتر جميل فالضامير المستثير هو هذا الدرس هذا على الشيء نضره الضامير المستثير اللي هو الفعل إظهار الواجب الإدمار الواجب والجائز إذن سنتكلموا للجمل عادي اللي كنا سنتكلموا لكم سابقا ففي السابق أنكم ما كنتوش هنا ما كناش نطقوا في الجمل فإمي سنقولوا ضامير ظاهر أو ضامير هنا لا هنا ولينا غدين وقفوا على الكلمة دي الفاعل واش في الإدمار الواجب أولا الجائز إذن غادي ندخلوا لهذا الجدول هذا باش نسرسلوا في الشرح دينا فغادي نتقلوا التركيب هالجمل هادو عندنا إيش مع المغاربة تحت راية واحدة إذن غادي نبدأوا بحل لفتن عربوا في هالجمله إيش مع فعل بالنسبة إيش مع فعل نعدي له فعل وش ماض ولا مضارع ولا أمر فعندنا إيش مع فعل ماض المغاربة فاعل تحت راية واحدة نسترسلوا في الإعراب ولكن الهم دينا والغرض دينا نعرفه الفعل إذن هنا يلغى الفعل فرد ظاهر غير ضمير هنا ظاهر يعني خاضر اللي هو المغاربة إذن عندنا هنا الفعل هو الجماعة زمن هو ماض الفعل المغاربة إنه هو اسم ظاهر حالة الإدمار لا توجد حينتا لاش الوقت اللي غنتكلموا على الإدمار تنتكلموا عليه من أن يكون عندنا الفاعل ضمير مستر فنتبهوا فغادي نجيب لكم من الأخر أننا مثلاً نكونوا نتكلموا على الإدمار دي الفاعل فتنتكلموا على ضمير مستر ما سنهضرش على الفاعل وهو حاضر أو لضاهر يعني الوقت اللي غادي نهضروا على الإدمار واجب والجائز فتما سنكونوا نتكلموا على ضمير الفاعل وهو ضمير مستر فغادي نتقلوا الجملة الثانية اللي هي يدودونا عن وطنهم يدودونا فعندنا هنا يدودو اللي هو فعل واو والنون عندنا واو الجماعة اللي تيدلنا على الفاعل اللي هنا سيظهر أنه ضمير متصل الفاعل ضمير متصل هنا يدودو يدودو منذ نوع الفاعلة هنا اللي هو فعل مضارع فعل مضارع وبالنسبة للفاعل فهنا عندنا واو الجماعة اللي تدلنا على الفاعل والفاعل هنا كيف ما قلت لكم أنه ضمير ضمير متصل عن وطنهم إذاً ما سنتقلوا simplify وس catastير يدودو زمانه مضارع الفاعل واو البعים сохран ضمير متصل حالة إضمار لا توجد حيننا نتكلم على ضمير متصل وبالنسبة الإضمار سنتكلم نعود نأكد على ضمير مستتر فإلى كان الفاعل حاضر أو لا ضمير متصل فهنا ما سيكونش الإضمار الواجب والإضمار الجائز إذا سيكون إضمار الواجب والجائز من يسيكون الفاعل ضمير مستتر المغرب احتفظ بمقاوماته الحضرية. فالفعل اللي عندنا في هذه الجملة هو احتفظ. الفعل احتفظ وهو فعل ماض بمقويماته الحضرية. الفاعل هنا يرجع على يعود على هو على المغرب يعود على المغرب. فهو ضمير مستطير يعني غير حاضر ضمير مستطير. احتفظ اللي هو فعل ماض ضمير اللي هو ترجع عليه. وهو ضمير مستطير اضمار جائز. الجالية الفنيقية تماغربت. الجالية الفنيقية تماغربت. فالفعل اللي عندنا هنا وهو تماغربت. فالفعل زمن دياله اللي هو فعل ماض. بالنسبة للفاعل اللي هو هي ترجعينا على الجالية. اذا النوع ديال هاد الفاعل هادا اللي هو ضمير مستطير. ضمير مستطير غائب يعني ضمير مستطير. فاما تكون حاضر دهر تيكون متصل او لا تيكون كين فاعل. اما تيكون ضاهر ولا ضمير ولا ضمير مستطير. الفاعل الضاهر. قلنا اللي هو شفنا في الجملة الاولى الجمعة المغاربة تحت رياة وحيدة. هنا يا عندنا الفاعل دهر. الفاعل ضمير متصل اللي شفنا في حال الجملة ديال يدودون عن وطنهم. يدودون عن وطنهم. هنا يا واو الجماعة اللي كانت تحلو محلة الفاعل. اما في الجمل. الجملتين المغرب واحتفظ مقومياته الحضرية والجالية الفينيقية وتمغربة. فهنا الفاعل ضمير مستطير غير حاضر. هنا تينبع له هو وهنا تينبع له هي. اذا تنتكلمه من تكون تنتكلمه على هو وهي. اذا تنتكلمه على واحد الادمار اللي هو واجب. ادمار واجب. الوقت اللي ستتلقوا ان. الفاعل ضمير مستطير. والتقدير دياله هو او هي. فهنا سنكون نتكلمه على ضمير. جائز. ادمار جائز. غدينتقلوا لهذه الجماعة. ابلغ الكرامة باستقلال بلادي. ابلغ الكرامة باستقلال بلادي. فهنا الفاعل. اين هو الفاعل هو فاعل ابلغ زمنه مضارع. ابلغ مضارع. فعل مضارع. الكرامة. فالفاعل هنا كذلك ضمير مستطير. فالفاعل غير موجود. لتينبع له. لتينبع له. انا ضميره انا. ولتينبع له. اذا ابلغ الكرامة باستقلال بلادي. احنا درس ديالنا تيهمنا ان الفاعل. باش نشوف ان الفاعل واش حاضر ولا ما حاضرش. ولا ضمير مستطير. اذا هنا يا قلنا ان ابلغ الكرامة باستقلال بلادي. اذا الفاعل قلنا انه هو ابلغ زمنه مضارع. ضمير الفاعل. قلنا هنا يهو انا نوعه ضمير مستطير. فنجد النصر حليفة المغاربة. نجد النصر حليفة المغاربة. الفاعل نجد وهو فعل مضارع. فعل مضارع. بالنسبة الفاعل هنا. فنجد هنا تتنبع له. نون ديال ضمير. ضمير نحن. ديال نحن. اذا نوع ديال هذا الضمير هذا ضمير مستطير. ضمير غائب. غير موجود. اللي تتحل المحل نحن. نتواجد النصر حليفة المغاربة. ففي حالة ادمار. ادمار واجب. تفرح باستقلال بلادك. تفرح. يعني هنا الفاعل كده. الفاعل مضارع. ضمير هنا. ضمير يعني ضمير انت. تفرح. تفرح. اذا نوعه ضمير مستطير. غير موجود. ضمير هنا الفاعل ضمير مستطير. اللي هو غير حاضر. فبالنسبة الادمار سنتكلموا على ادمار واجب. اسعى الى تحرير وطنك. اسعى الى تحرير وطنك. تلاحظوا ان هذا فعل امر. اسعى الى تحرير وطنك. فهو فعل امر. الفاعل هنا ضمير انت وهو ضمير مستطير. غير حاضر. لحل دي الادمار ادمار واجب. فا الى لاحظة ان الادمار الواجب انت سيكون. يعني ان تكون في ضمير مستطير. منى ما سيكون الش ضمير. منى ما سيكون الش ضمير حاضر. وزيكون الفاعل لفاعل ضمير مستطير. انى ما سيكون تقدر دياله انا او نحن او انت او انت. يعني هنا يا أنت هنا يكين تفرح ولا إسعى هنا يكين غير عندنا مضارع ولا أمر راه دائما تنتكلموا على الضامير ديال أنت إذن غنقولوا إمتى تنتكلموا على ضامير إدمار واجب إمتى تنتكلموا على الإدمار الواجب تنتكلموا على الإدمار الواجب من تكون الفاعل ضامير مستتر غائب ضامير مستتر وش كون تينوب عليه تينوب عليه إما أنا ولا نحن أو أنت انا هاد الضمائر اللي تيكون يتيح له في محل دياله انا او نحن او انت هنا سنكون سننظره على ادمار واجب اما بالنسبة الادمار الجائس فكيف ما قلت لكم تيكون تينوب عليه هو او هي والفاعل تيكون ضمير مستتر ضمير مستتر بمعنى ان الفاعل غير حاضر البتاء واللي تينوب عليه في الجملة المعنى ديالها تكون تينوب عليه الضمير اللي هو اهو او هي تكون تنتكلم على ادمار جائز الادمار الواجب تنتينوب عليه انا نحن انت فهنا تنتكلم على ادمار واجب استنتاج يأتي الفاعل اسما ضاهرا او ضميرا ضاهرا او مستترا فالفاعل اما تيأتي لاحظة باسم ضاهر تيكون بين وحاضر او ضميرا ضاهرا اللي هو تيكون متصل او مستترا لتيكون في صفت الغائب ما تيكونش حاضر بالمرة يدمر الفاعل جوازا في الماضي يعني هنا تكون تنتكلم على وهو مستتر مع المفرد يدمر الفاعل جوازا من تكون نهضر على الادمار ديالفاعل جوازا جوازا في الماضي يعني تنتكلم على اما تكون مفرد غائب هو او المفرد الغائب هي فمن تنتكلم على هو او هي فهنا كين واحد الادمار ديالفاعل جوازا جميل فهنا نكون نهضر على جملة عادية كانت تأكل بطريقة عجيبة فشكون هذه اللي كانت تأكل شكون كين الفهل ولكن كانت كانت تأكل بطريقة عجيبة هي كانت تأكل بطريقة عاجيبة يعني واحد البنت اللي كانت تأكل بو حى طريقة عجيبة كانت الفاتاة من ايضا تحضر الفاتاة فهنا تتحضر الفاعل ولكنحنا مديننا قلنا كانت تأكل بطريقة عاجيبة ولكن ما نذكر ما شكون كانت تأكل بطريقة عاجيبة. ايضا ايضا هي هاديك هي تترجع في لنا bout several find. هو ايضا يضامر الفاعل جوازا. بسهولة بسهولةuga ما المترجم للقناة 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 الفاعل ضمير مستير تقديره هو تقديره هو من أكل صحاً أكله الولد هو أكله هو بالنسبة للإدمار الواجب درست أربع مواد اليوم درست أربع مواد اليوم الإدمار هنا واجب على من يتكلموا درسته وأنا راتدخل في الإدمار الواجب يعني أنا من المضارع المتكلم المفرد اللي هو تدخل في الإدمار الواجب ديال الفاعل إذن عندنا أكل الصحنة جل هو الإدمار الجائز والإدمار الواجب عندنا درست أربع مواد اليوم غادي نتقل السؤال ثالث صرف أو صرفي مع الدمائر الخطاب العبارة تالية وبين كيف أتلفعل فيها أعنت من أعانني أنا أعنت من أعاني فإذا بغينا نصرفوها في أنت ماذا نقول أنت أعنت من أعانك ونحن نقول نحن أعنا من أعاننا نحن أعنا من أعاننا هدو هما الضمائر ديالش الضمائر ديال اللي تدخلنا في الإدمار ديالوجوب الإدمار ديالوجوب عندنا أنا نحن أنت وكذلك أنت أنت الأولى دي المضارع للمخاطر المفرد وأنت دي الأمر المفرد المذكر إذن غدين نصرف فعندنا هنا يا أعنت من أعنني أنت أعنت من أعنك ونحن أعنا من أعننا فغدين نعرب الجملة الأخيرة أفن لمن يضايق غيره الإعراب دي هذه الجملة أفن لمن يضايق غيره أفن الإعرابي الأفن هو اسم فعل ماد بمعنى أصد جرو مبني على الكسر والفاعل ضمير مستر تقديره أنا لمن لمن جار ومجرور يضايق فعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره غيره مفعول به منصوب والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة فكتابة لدينا لإجابة على أطبق الصفحة 51 أولا عين ضمائر مستيرة جوازا أو وجوبا فيما يلي وجوبا عندنا نجده تغلبت وتنحمت جوازا جوازا تسعد جوازا وتملك وجوبا فهذا هو الجواب دي السؤال أول سؤال ثاني متل لكل حالة من الحالات الإضمار الجائز والإضمار الواجب فجمل لهما جمل بسيطة وبسيطة جدا لنأخذها على سبيل المثال هاتين الجملتين الإضمار الجائز أكل الصحنة جلة والإضمار الواجب درست أربع مواد اليوم أكل تعود على هو درست تعود على أنا أنا تتكون في الإضمار الواجب وهو تكون في الإضمار الجائز ثالثا صرف أو صرفي مع الضمائر الخطاب العبارة التالية لدينا أن أنت أنا أعنت من أعانني أنت أعنت من أعانك ونحن أعنا من أعاننا أتى الفاعل ضمير متصل هنا غادي نشوفوا الإعراب الإعراب أفن اسم فعل ما بمعنى أصد الجر مبني على الكسر والفاعل دمير مستثر تقديره أنا لمن جار ومجرور يضايق فعل مدارع مرفوع وعلمة رفعي الضم الظاهرة على آخره غيره مفعول به منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الإشراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق للجميع أكرر لا تنسوا الإشراك في القناة وكذلك زر لايك زر لايك ترجمة نانسي قنقر